ومن سمار معنا مباشرة مفدنا الخاص النحمام العينين أهلا بك النحمة مساء الخير نجاة ومساء الخير مشاهدنا الكرام إذن أكيد تابعت فعاليات هذه الدورة من المهرجان ما الذي يميز هذه النسخة بالضبط احتفاء بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء يأتي السباق الدولي السقي الحمراء للإبل هنا في مدينة السمارة هو السباق يعرف مشاركة العديد من الدول العربية والخليجية كذلك وللغوص أكثر ومعرفة تفاصيل هذا النشاط الكبير الدولي يحضر معي الآن محمد أمين الرقب وهو مدير المهرجان الدولي السقي الحمراء للإبل أهلا وسهلا بك الرقب أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة الكريمة سيد الرقب بداية ما أهم أو ماذا يميز هذه السنة نسخة هذه السنة النسخة الثالثة خاصة ونحن نعلم على عدد وفود كبيرة مشاركة وفود كبيرة من دول العربية وخليجية نحن في إدارة المهرجان في هذه النسخة الثالثة من المهرجان ساقية الحمراء الدولي للإبل اختيار الزمان والمكان لم يأتي من فراق حيث أن الزمان هو مناسبة ذكرى الثامنة والاربعين لعيد المسيرة الخضراء المدفرة هذه المناسبة العزيزة والقالية على كل رعاية صاحب الجلالة في هذه الأقاليم الجنوبية وفي المقرب عامة والمكان هو إصمار عاصمة الأقاليم الجنوبية والروحية وهذه النسخة الثالثة هي التتويج لنسختين سابقتين حيث حصلنا على عضوية في الاتحاد الدولي والاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي ما يميز هذه السنة هو حضور عشرة دول من دول الخليج ودول عربية من المقرب العربي الكبير هو إدراج بطولة كرة اليد على الإبل والتي تقام أول مرة بعد مونديال قطر تقام في المقرب حيث شاركت أربع دول سلطنة عمان والسعودية وقطر بالإضافة إلى موريتانيا والبلد المضيف المقرب هذا بالنسبة لصنف النساء صنف الشباب الرجال هناك فريق من سلطنة عمان والسعودية وموريتانيا وقطر والمقرب قايتنا من هذا المهرجان وما نطمح له هو الترافع عن هذا الموروث الثقافي اللي يعطيه جلالة الملك غناية خاصة كما يكرسه دستور فاتح يوليوز حيث يسمو بتراث الحساني كرافد من روافد الثقافة المقربية كما شاهدتم اليوم الافتتاح مرة في أجواء من البهجة والسرور وفي أجواء من الأمن والطمأنين والرخاء كما هو معلوم شعر هذه الدورة هو الموروث الثقافي في خدمة التنمية كيف ستمكنكم الافتاح على العديد من الدول خاصة مشاركة الثقافة الحسانية مع دول خليجية يعني ما هي أهم الأنشطة التي تعرفها وكذلك كيف سيؤثر هذا كيف سيكون له تأثير على تبدل الثقافات والحفاظ على الموروث المشترك ما بين الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وبلدان الخليجية والعربية نعم هذه هي الأهداف الأساسية عندنا في مهرجان الساقية الحمراء هو انفتاح هذه الأقاليم الجنوبية على بعدها العربي وبعدها الإفريقي وتلاقح الثقافات ما بين ثقافات هذه البلدان التي تتقاطع مع الثقافة المغربية والثقافة الحسانية في كل تجلياتها هو كذلك مناسب لنا من خلال هذه العضويات ومن خلال هذه الزيارات المتبادلة ليستكشف شقاؤنا في هذه البلدان فرص الاستثمار الواعدة في هذه الأقاليم الجنوبية وما تسخر به من مؤهلات اقتصادية وسياحية وهو يدخل كذلك في إطار الدبلوماسية الثقافية ونحن نعلم جيدا ما يليه صاحب الجلالة لرعاياه الأوفياء داخل هذه الأقاليم الجنوبية شكرا لك سيد محمد لمين الرقب المدير مهرجان السقي الحمراء الدولي لليبي شكرا على استدافة يعني نجات هنا في الأقاليم الجنوبية تستمر الاحتفالات بالمسيرة الخضراء نظرا لأهمية هذا الحدث سباق الدولي للهجن هنا بمدينة الصمارة له دلالات خاصة محليا وكذلك دوليا مما يعني انفتاح الأقاليم الجنوبي للمملكة المغربية على بعدها العربي وكذلك الإفريقي والخليجي وشاهدنا هذا اليوم مشاركة كبيرة لعدد من ركب الإبل لرياضات جديدة منها كرة اليد عبر الجمال وأشياء أخرى التي تتمتع بها هنا مدينة الصمارة وتعيشها احتفاءا بالذكرى الثامنة الأربعين للمسيرة الخضراء إذن مفادنا الخاص لصمارة الزميل النعمى ماء العينين شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والشكر موصور أيضا إلى ضيفك الكريم